المحافظة الأليوبية واللي فيها تم تسليم ملابس الإحرام الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية أما في باني سويف فتم الكشف وتوفير العلاج لـ 1700 مريض بقافلة طبية ضمن حياة كريمة كمان في الشرقية تم توريد 593 ألف طن أمح للشوان والصوامع وفي الإسماعيلية هيئة رعاية الصحية أطلقت حملة التمن على ابنك مجانا خلينا انتبع التفاصيل محافظات مصر شهدت مبارح أخبار كتيرة في الأليوبية سلمت المحافظة ملابس الإحرام الخاصة لحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمدرية التضامن الاجتماعي بالأليوبية وتم تهنئة الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج والتمتع بالرحلة المبركة مع الالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤول عن التوعية الصحية والإرشاد الديني فأسوان بتشهد المحافظة تنفيذ مبادرة لا أمية مع تكافل واللي بتستهدف محو أمية الأسر المستحقة للدعم النقدي تكافل وكرامة وبيتم استهداف الوصول لإعلان المحافظة بلا أمية تستهدف المبادرة خلال العام الحالي محو أمية نحو 9500 شخص في بني سويف شهدت المحافظة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية طمفيوم مركز أهناسيا ضمت 8 عيادات طبية وتم الكشف على 1710 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان في الشرقية أكدت مدرية التموين أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 593 696 طن أمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة مع التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين مورد الأمح وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام في أسيوت أعلنت شركة مياه الشرب حدوث ضعف في ضخ المياه بالأدوار العليا بقرى ومدينة مركز القوسية في محافظة أسيوت نتيجة أعمال الغسيل رقم واحد الشرقي بمحطة مياه القوسية المرشحة وذكرت الشركة أن هذه الأعمال تستمر لمدة 3 أيام حتى بعد غداً لاثنين الساعة الثامنة صباحاً في الإسماعيلية أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية انطلاق حملة اتطمن على ابنك للاطمئنان على صحة الأطفال وبتشمل الحملة المشتركين في التأمين الصحي الشامل وغير المشتركين